يعني كيف نقرأ جمال حمدان كدور كمفكر كواحد من الشخصيات المصرية الأهم والأبرز في وضع رؤية يعني موسوعية ورؤية بانورامية شاملة لمصر جزراً وفصلاً يعني من هو جمال حمدان كما يرى دكتور حمد عبد العالم؟ هو مثقف مصري وطني قومي مسلم لبعد الأربعة دولة حاضرين في شخصيته وفي كتاباته بشكل كامل استدعاء جمال حمدان في اللحظة الرهنة مهم جداً يعني لأنه يمثل كل ما كتبه من نبوآت وتحذيرات وحتى المخاطر والتهديتات اللي كانت تستهدف مصر واللي شافها في عزلته محتاجين نتأملها ومحتاج صنع القرار أنه يراها أيضاً يعني صنع القرار ومتخزها أن يراها نجس مصر متجيرة شخصية مصر دي كان وظم بسوقات التعيير يعني أنا في فترة يمكن كنت في أكاديمية ناصر وكان فيه دورة كده بحضرها يعني كنت سعيد جداً أن أحد المستشارين والمحاضرين كان بيتكلم عن جمال حمدان أن من لم يقرأ جمال حمدان وطنيته نقصة فكويس أن هذا الوعي موجود في بعض المؤسسات الوطنية فاستدعاء جمال حمدان ببصيرته النافذة بقدرته على البحث رسين بيعتمد على مصادر ومراجع لا يتكلم بشكل تلقائي إلا في الكتاب اللي أنا هنتنقش فيه اللي هي الخواطر اللي هي ما كانتش معتمدة على مصادر ومراجع بصيراً بموضوعية علمية وصارمة مدرسة لا يمكن بأي حال من أحوال أن ترى وراءها انحيازاً لطرف أو طيار أو فكرة أو حتى لو انحياز فبيقدم بأدلة بمراجع برؤية بأسباب بحجاج لا هو باحث رسين من الطراز الأول انحيازه للمنهج العلمي والرؤية العلمية ثم للوطن والأمة هو باحث مهموم بقضايا مجتمعه ومهموم بأمته ومهموم بوطنه طبعاً أستاذ جغرافيا في الأصل هو صاحب الكتاب الموسوع الأشهر شخصية مصر وأيضاً يعني في عام 93 توفي في ظروف غامضة ملتبسة لكن قضى فترة طويلة للغاية في حياته معتزلاً الناس منعزلاً عنهم يغلق بابه دون أي لقاءات مع أي أحد إلا قليل نادر ربما البعض يعني حقق سبقاً في الحياة وفي الصحافة إنه التقى به وصافحه أو ناقشه وحتى العزلة دي شملت في بعض أطراف أسرته وعشان كده بنلاقي أشقيقه بيقدم بقى كتاب حضرت توقفت عند هذا الكتاب ما الذي يحمله هذا الكتاب من اختلاف الكتاب ده لا يختلف عن الكتب الثاني للراحل العظيم جمال حمدان إنه لم يعتمد على مصادر رامراجع هي مكبوعة من الخواطر الزاتية اللي كان يدونها بشكل شخصي تمهيداً للتوسع فيها ربما ولكن هي نسميها في الكتابات الشزرية يعني متخمة بإحساس وبعاطفة ثم يفرغها في جملة صغيرة من شزرات جمح الكتاب ده شقيقه بعد وفاته ب17 سنة ونشرها 2010 الكتاب ده بينقسم إلى حوالي أربع أقسام أو خمسة يمكن فيه جزء لأنه فيه ملحق الجزء الأول بيتكلم فيه عن شؤون مصر والمصريين عن مصر والمصريين الفصل الأول الفصل الثاني بيتكلم في شؤون عربية الفصل الثالث بيتكلم عن العالم الإسلامي وبتسلحة عنوان دنيا أو دنيا العالم الإسلامي ثم فصل عن الشؤون الغربية والمسائل الغربية ثم شوية ملاحق مختلفة فيه خواطر ذاتية برضو هتختلف حتى أنه فيه جزء يعني هو مدون أغاني يعني لغنية كده تأثر بيها أسألك الرحيل فعلا أسألك الرحيل نجات صغيرة ونتعارف طبعا أنه هو فترة اللي كان بيدرس فيها في لندن كان يعني كان دخل فيه علاقة أو عشق مع السكرتيريات أستاذه ثم لم تأتي إلى مصر وعاش راهب لم يتزوج فيبما كانت لغنية أسألك الرحيلة استدعت التجربة بتاعته إنما الخواطر هي استخلاصات كاتب ومفكر وعالم ومن ثم هي ليست خواطر شعر هي خواطر عالم فمرضو لا بد من التأمل من هذه الزاوية لا بالطبع يعني هي مش خواطر يعني ليست كده حدوث شعرية وروائية وابدانية لا هي خواطر مؤسسة على رؤية وقدرة على التحليل والربط جمال حمدان كان يتميز بالقدرة على التحليل قدرة على إيجاد العلاقات وإيجاد الروابط بين الأحداث وبين الشخصيات وبين 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 فهي ديميستو فالخواطر هي أشبه بأن تكون أبحاث مكسفة يعني يمكن أن أخذها ويبني عليها أي يعني كل خاطرة يمكن البناء عليها كبحث مستقل أو ببيبر مستقل أو ككتاب مستقل يمكن أن أخذها مكسفة